يوما بعد يوم تواصل الأبحاث الطبية تأكيدها على المخاطر الصحية للمشروبات المحلات بالسكر مثل العصائر والمشروبات الغازية وتسببها بأمراض عديدة فلم يثبت فقط دررها في رفع خطر الإصابة بالسكر والسمنة وأمراض القلب بل كشفت مؤخرا دراسة أمريكية أن تناول تلك المشروبات يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم عند المراهقين الدراسة شملت 410 آلاف شخص لتحديد العلاقة بين المشروبات المحلات وبين ضغط الدم المرتفع لتكشف الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات السكرية هم الأكثر عرضة للإصابة بضغط الدم بنسبة تراوحت ما بين 26 و70% بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يتناولونها حيث أكد الباحثون أن المشروبات تحد من مستويات أكسيد النيتريك بالدم المعروف بدوره في توسيع الشرايين وهو ما يتسبب من قباض الأوعية الذموية ورفع الضغط الدموي لهؤلاء الأشخاص هذا ومن الممكن أن ترتفع فرص الإصابة بضغط الدم إلى 87% عند المراهقين بسبب تناولهم ثلاث عبوات من المشروبات الغازية وهو ما يؤكد مخاطرها على جميع الفئات العمرية زينب خرفاتي العربية